موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأوها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين موسيقى إصابة خمسة مدنيين من فجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في مدرية المخى بتاعز موسيقى تحذيرات دولية ومحلية من عواقب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر على جهود تحقيق السلام وإيصال المساعدات موسيقى مؤتمر حضر موت الجامع يقيم إفطارا رمضانيا بحضور مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المكلة موسيقى موسيقى أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم أصيب خمسة مدنيين يوم أمس بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدرية المخى غربي محافظة تعز وقالت مصادر محلية إن لغم حوثي انفجر أثناء مرور باص في خط فرعي بمنطقة الرمى في ريف المخى وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين كما أكد مصدر طبي وصول المصابين إلى مستشفى ثلين ديسمبر والمستشفى السعودي الميداني في المخى وقال إن إصاباتهم متفاوتة نظم مركز المخى للدراسات الاستراتيجية يوم أمس ندوة نقاشية حول التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف التنمية ومكافحة الفساد ومعضلة الإصلاحات الاقتصادية في ظل الأوضاع السياسية الهشة والحرب وناقشت الندوة جملة من التحديات الرئيسية التي تعترض الجهود الحكومية اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكيفية التصدي لها بفعالية ووقفت الندوة أمام قضية تراجع الأداء الاقتصادي وتعقيد الظروف السياسية وغياب فرص تحقيق السلام العادل والمستدام وأهم القضايا والأجندة الاقتصادية اليمنية وإمكانية تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف السياسية والأمنية الهشة وانقسام السلطات الاقتصادية والسياسية وتطرق المتحدثون في الندوة إلى قضية التغيير المناخي وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وآثارها على الاقتصاد اليمني وأكد المشاركون في الندوة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين تحذيرات دولية ومحلية من أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يعرقل الجهود المفذولة لتحقيق السلام في اليمن ويحد من وصول المساعدات الإنسانية قد تؤدي هجمات الإرهاب الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى إخراج عملية السلام عن مسارها وعرقلة الجهود الدولية والإقليمية المفذولة بشأنها وحذر المجلس النرويجي اللاجئين من خطورة التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتداعياته على تراجع تمويل المساعدات الإنسانية في اليمن بما يهدد جهود السلام والتعافي محليا أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أنه إذا استمر إغلاق موانئ البحر الأحمر بسبب العمليات الحوثية ضد السفن الأجنبية فإن البلاد ستدخل في مرحلة المجاعة الكبرى ولا تزال هاجمات الحوثيين في البحر الأحمر تفاقم من أعباء الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا في البلاد جراء مخاوف المانحين الدوليين في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام تنبع هذه المخاوف من عدم ثقة الممولين في وصول الإغاثة إلى مستحقيها وما تمثله هاجمات الحوثيين من مخاطر على سلامة السفن الإنسانية ولم تتلقى خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام الفين وأربعة وعشرين سوى أقل من عشر في المئة من التمويل المطلوب وتضع هاجمات الحوثيين البحرية مصير ملايين اليمنيين على شفير المجاعة الكبرى جراء انخفاض المخزون الغذائي والإغاثي وتوقف منظمات دولية عن أعمالها في هذا الوقت الحرج وبعد تسع سنوات من الحرب تدفع ميليشي الحوثي بمستقبل اليمن إلى هوية المجهول ليبدو العام الحالي الأشد وطأة على معيشة المواطنين الذين يفتقدون أساسيات الحياة أكدت ندوة حقوقية تفجير ميليشي الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا تسعمائة وثلاثين منزلا خلال السنوات الماضية وأوضحت الندوة المنعاقدة على هامش أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمندينة جينيف السويسريا أن عملية تفجير الميليشيات الحوثية للمنازل منهجية وتأتي في سبق بل مع سبق الإصرار والترصد وأشارت الندوة إلى أن تحالف رصد وثق خلال الفترة من مارس 2011 وحتى سبتمبر 2023 وصثق تفجير ميليشي الحوثي تسعمائة وثلاثين منزلا وممتلكا خاصا ومنشأة عامة في 21 محافظة وأوضحت الندوة أن تفجير ميليشي الحوثي لمنازل المعارضين والمناوئين لها يمثل واحدا من أسوأ عمليات الانتقام التي تنفذها الميليشي مشيرا إلى أن الميليشيات تتبنى تفجير منازل خطومها كاستراتيجية حربية ولا تزال هذه السياسة متواصلة إلى اليوم وطالبت الندوة المجتمع الدولي بمحاسبة ميليشي الحوثي على الانتهاكات التي تقوم بها ضد الشعب اليمني وشددت على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان العدالة للضحايا وأسرهم رحبت الجمهورية اليمنية بالتدابير الاحترازية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية والهادف إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى قطاع غزة في ظل استمرار المعاناة اليومية وسياسة التجويع الممنهج التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأكدت وزارة الخارجية في بيان أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام واجددت الخارجية اليمنية دعوتها لاستمرار جهود إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أتلفت قيادة الحملة العسكرية والأمنية بمدرية طور الباحة بمحافظة لاحج كميات كبيرة من الخمور المهربة التي تم ضبطها بحفزة المهربين خلال انتشار الحملة العسكرية الأخيرة وقال مصدر أمني إنه تم إتلاف أربعمائة وواحد وتسعين علبة زجاجية من الخمور المستوردة والتي تدخل البلاد عبر شبكات التهريب وشهدت مدريات طور الباحة والمضاربة ورأس العارة حملة أمنية منذ مايو الماضي لمكافحة شبكات التهريب أقامت قيادة المقاومة الشعبية لقاء رمضانيا للقيادات الميدانية والعسكرية والسلطة المحلية والأحزاب ويهدف اللقاء إلى تعزيز وحدة الصف الوطني في موجهة المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن وأكد اللقاء على أهمية الاستفاف الوطني ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاصر المحافظة للعام التاسع على التوالي وثمن اللقاء تضحيات أبناء المحافظة الذين سطروا بدمائه متزكية ملاحمة بطولية في الدفاع عن حرية وكرامة الشعب اليمني القاومة هي نسجة للمجتمع المتكامل وهي رديف للجيش الوطني لذلك كان دعوتنا لجميع المتونات الحكومية والعسكرية والمجتمعية لندول على أن المقاومة هي جزم هذا المجتمع والمقاومة تعزيز فكرة المقاومة وتعزيز مبدع المقاومة ضد انقلاب الميليشيا الحوثي أضب إلى ذلك استنهاض الهمم حذنة الشعبية وهمم الشباب بشكل عام باعتبار أن الحوثي يشكل خطرا على الجميع ولا يمكن لهذه الميليشيا أن تنتصر لأن شعبنا يرفض هيدولوجيتها يرفض عقيدتها المارقة التي تدعي حقا إلهيا بامتلاك السلطة والثروة والإنسان أقيمت في مدينة مارب أربعينية الشهيد اللواء حسن صالح بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي بحضور عدد من القيالات العسكرية والمدنية وجمع من الشخصيات الاجتماعية عقل فذ في التخطيط والتصنيع الحربي وشجاعة مشهودة في المعارك وساحات القتال هكذا قال عنه الحاضرون في فعالية أربعينية الشهيد اللواء حسن صالح بن جلال مدير دائرة التصنيع الحربي التي أقيمت في مدينة مأرب واستعرضت مناقب الشهيد وما تميز به من همة عالية وفكر مستنير وحس وطني أحله للتصدي لمواجهة الكهانوت الحوثي وبذل جهده ووقته وخبرته العسكرية في ميادين القتال وميادين التصنيع الحربي في هذه الليلة استم أحياء فعالية أربعينية الشهيد حسن فرحان بن جلال والفعالية هذه احتفائية من جهة وخطابية ومن جهة قيام معرض بجميع المنجزات والمنتجات التي أنتجها خلال مراحله النظالية عرضت الفعالية سيرة مجزة لحياة الشهيد بن جلال وأدواره الوطنية ومشاركاته الميدانية في معارك الدفاع عن الجمهورية وما كان يتميز به من حس وطني وشجاعة فذة وإقدام في كل المعارك التي شارك فيها ضد ميليشيا الكهانوت الحوثي التقيته في كثير من المعارك وخاصة في الأماكن التي تشد فيها القتال وتدلهم الخطوب كان يرمي نفسه في الخطوب لا يبالي كان يستصغر الصعاب ويحدوه الأمل يرى كل نصر قريب ويرى كل صعب سهل تضمنت الفعالية معرضا للصناعات الحربية والعسكرية شامل نماذج من المصنوعات الحربية التي صنعها الشهيد أو ساهم في تطويرها خلال سنوات عمله في التصنيع الحربي محمد القليصي لقناة سهيل مأرب برعاية قيادة المنطقة العسكرية الثالثة أقام اللواء 221 مشاب بمدينة مارب أمسية رمضانية تحت شعار وأعد لهم وفي الأمسية ألقى قائد اللواء العقيد بل العميد فهد يحيى البكري ألقى كلمة أشاد فيها ببطولات منتسبي اللواء وتضحياتهم المشهود لها والتي يقدمها اللواء في ميادين استرداد الجمهورية مؤكدا استمرارية النضال حتى تطهير آخر شبر من تراب الوطن وتخلل الأمسية العديد من الفقرات المتنوعة أكدت على أهمية النضال على استعادة الجمهورية من بين براثن الميليشية الإرهابية أقام مؤتمر حضرموت الجامعة إفطاره الأول بالمكلة بحضور مختلف القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وأشارك في الإفطار ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة بالإضافة إلى عدد من الأعيان والشخصيات الاجتماعية أقام مؤتمر حضرموت الجامع الإفطار الجماعي بساحة النصب التذكري بمدينة المكلة بحضور جمع غفير من أطياف مكونات وقيادات حضرموت السياسية والمدنية والعسكرية وشخصيتها الاعتبارية من علماء وأكاديميين ورجال مال وأعمال وشباب من مختلف أطياف المجتمع القبلي والمدني وساد اللقاء أجواء من المحبة والتآلث والتقارب والأخوة لتعطي صورة عن حضرموت السلام والأصالة على حقيقتها وما تحمله من معاني ودلالة لم الشمن الحضرمي بما يخدم استقرار حضرموت والوطن ككل وينصر قضاياها وقضايا الأمة وأشدت القيادات المجتمعية بجهود وحدة الصف بين مختلف النخب والأطياف والمشارب السياسية والمجتمعية والمشاركة الفاعلة لقطاع الشباب وأكذ الحاضرين إلى أن حضرموت تتسع للجميع وأن قوتها في تماسك أبنائها داعينا إلى مزيد من التقارب والتكافل الاجتماعي خلال أيام الشهر الفضيل عماد العامير لقناة سهيل من مدينة المكلة كرمت جامعة تعز الفائزين في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والحديث والإنشاد والأذان في نسختها الثامن عشر وتعد هذه المسابقة تقليدا سنويا تنظمها جامعة تعز ويتنفس فيها العشرات من أبناء المحافظة اختتمت جامعة تعز المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والحديث والإنشاد الديني والأذان في نسختها الثامن عشر التي نظمتها الإدارة العامة للإنشطة الطلابية بالجامعة وسط حضور رسمي وطلابي جامعة تعز اليوم تختتم سابقة القرآن الكريم بجميع فروعها التي حققت فيها تميزا وإضافا وهي تنظيما وإعدادا اليوم نحن ندشن تكريم هذا المتميزين في جميع الفروع العشر التي دشنتها جامعة تعز نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح لمنشارك ومنعد والنظم وشكرا لكل الحاضرين هذه هي جامعة تعز التي تعودنا أنها تحتضن مثل هذه الفعاليات المجتمعية الشبابية القرآنية الرياضية فلا يسعنا إلا نتقدم بشكل قزيل لرئاسة جامعة تعز ولكل الجهات المشاركة في هذا الحفل وبمشاركة جمعيات ومدارس ومساقد عاملة في حق القرآن الكريم على مستوى المحافظة في هذا الشهر الفضيل حيث تنافس المشاركون في عدد من المجالات اليوم نحط الرحال في رحاب جامعة تعز في حفل اختتام المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والإنشاد الديني والأذان والصوت المتميز والحديث النبوي الشريف هذه المسابقة التي جمعت الطلاب والطالبات من مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات الأهلية للتنافس والتسابق حول هذه المائلة الرمضانية المباركة نبارك لجامعة تعز هذا النقاح ونبارك لجامعة الجهات التي شاركت ونبارك لأبنائنا وبناتنا الفائزين في هذه المسابقة والحمد لله أنني شاركت في الصوت المتميز وحصلت على المركز الثاني فالحمد لله على هذه النعمة في الحفل الختامي التكريمي تم تقديم نماذج قرآنية وإنشادية وقبل الفائزين الأوائل في مختلف فئات المسابقة كما تم تكريم الفائزين أحمد مكيبر قرآة سوهي تعز على الرغم من تراجع أسعار الكثير من أصناف الخضروات في أسواق محافظة أبيان خلال شهر رمضان المبارك إلى أن البصل ما زال يسجل ارتفاعا كبيرا في أسعاره منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأرجع بائعو الخضار استمرار ارتفاع الأسعار البصل نتيجة للجوء المزارعين إلى بيعه لشركات تعمل في مجال التصدير الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسواق حتى مع حالة التحسن النسبي الذي طرأ على أسعار أصناف كثيرة من الخضروات خلال شهر رمضان ما زال البصل محتفظا بارتفاعه الذي استقر عند حاجز الألف والخمسمائة ريال للكيلو الواحد أسعار الخضروات للأيام مناسبة جدا رخيص مع عدال البصل غالي جدا عندما تشترى الجنية بسبعين ألف وكانت سعرها يعني عشرين خمسة عشر ألف في ذك اليوم عندما تم إيقاف التصدير إلى براء حبط البصل إلى عشرين إلى خمسة عشر ألف يوم ثالث يوم أو ثاني يوم فكوا التصدير فتحوا عنهم بالحدود أرتفع إلى خمسين ستين ألف بيوم جرد يوم واحد في أسواق بيع الخضار بمحافظة أبيان تبدو كميات البصل التي يحرص الباعة على توفيرها في مفارشهم كبيرة وغير متناسبة مع حالة الطلب التي يقولون بأنها انخفضت بشكل كبير غير أن الكثير من المواطنين يرون أن ارتفاع سعر هذا النوع من القضروات تحديداً ناتج عن استهلاكه المتزايد خصوصاً وأنه من الأصناف التي يعد توفيرها ضرورياً لإعداد الوجبات اليومية وبين حالة الارتفاع في أسعار البصل وما يعانيه الناس من أوضاع معيشية تحول في الكثير من الأحيان دون قدرتهم على شراء الكمية الكافية من السلعة يبقى غياب الدور الرقابي وعدم امتابعة الأسواق من الأسباب الرئيسية في استمرار الغلاء وتوسعه بشكل يزيد من معاناة المواطنين في المحافظة التي من المفترض أن يعمل إنتاجها الزراعي على تغطية نسبة كبيرة من احتياج الأسواق المحلية من الخضار وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياضة اتفاقية مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445 وتهدف الاتفاقية إلى إيصال زكاة الفطر ل31333 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات الحديدة وتعز ولحج وعدن ومأرب وحضر موت والمهرى وحجة وذلك بهدف دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك احتفل ملتقى سلمان الفارس الاجتماعي الثقافي الرياضي في تعز بتسعة عشر حافظا للقرآن الكريم تحت شعار القرآن علو في الجنان وبناء للأوطان وقد شهد الحفل حضورا كبيرا للأهالي بالإضافة إلى حضور عدد من الأعيان والشخصيات الاجتماعية مع بدايات عشر الرحمة والمغفرة وليلة القدر بشهر القرآن احتفى ملتقى سلمان الفارسي الاجتماعي الثقافي الرياضي بتسعة عشر من أذنائه بعد إكمالهم لحفظ كتاب الله الكريم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يقرب اليوم هؤلاء النخبة من حفظ كتاب الله في منطقة كبر القرى وما جورها حتى يكون ثمرة قهد لهذا الوطن وثمرة قهد لهذا الدين وحتى يحققوا أعمال الأمة بإذنه سبحانه وتعالى ما أجملهم المنظر وما أبركها من ليلة بدت فيها الفرحة على وجوه الآباء والإخوة والجيران والأصدقاء فقد كانت الجائزة كبيرة وفي شهر مبارك وفخرا يملأ الحفل البهيج من قبل الحفاظ هذا في الدنيا فكيف ستكون الفرحة عند الله نحمد الله عز وجل على أن من علينا حفظ كتابه الكريم ونسأل الله الإخلاص والعمل به وثانيا بالنسبة لفرحتي فهي فرحة لا توصى وإنه لفوز كبير في الدنيا والآخرة نحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لإتمام القرآن الكريم نسأل الله أن نكون لما نقول مطبقين ولما حفظناه مطبقين بإذن الله عز وجل ونشكر ملتقى سلمان الفارسي على تجهيزه لهذا الحفل ولهذه المبادرة الطيبة من ملتقى سلمان الفارسي لتسعة عشر حافظ كرموا اليوم بالدنيا وسيكرمون على إنجازهم بالآخرة وسيأخذون معهم أهلهم الذين شجعوهم ووقفوا إلى جوارهم وهم يتلون الآيات آناء الليل وأطراف النهار افتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوفة الدكتور أحمد جزيلان افتتح العمل في وحدة الجوفة الصحية وعدد اثنين فرق طبية متنقلة في مدرية خبوى الشعفة ضمن مشروع الاستجابة المتكاملة الممول من الصندوق الإنساني اليمني وتنفيذ جمعية الوصول الإنساني وشكر جزيلان صندوق التمويل الإنساني اليمني وجمعية الوصول الإنساني على جهودهم في إيصال الخدمات الصحية للمنطقة كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المشروع نحن سعيدين اليوم بأن نفتتح وحدة الجوفة في المناطق الشرقية من محافظة الجوفة مديرة خبو الشعفة وزلة الريان وهذه تعتبر نواه أو بدرة انطلاقة بإذن الله تعالى إلى المشاريع القادمة والرفع المعاناها الإنسانية لأهلنا هنا كذلك نحن من هنا من الريان ندعو جميع المنظمات والشركة المحليين والدوليين إلى التدخل العاجل والجاد في هذه المنطقة نحن اليوم في جمعية الوصول الإنساني فرع الجوف وبإشراف مرافقة الأخ مدير مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة نتشرف بافتتاح وحدة الجوفة الصحية والتي تأتي ضمن مشروع المساعدة التكاملية والتي تشمل الوحدة الصحية هنا في قطاع الجوفة إضافة إلى عيادتين وتنقلتين إحدهما في قطاع الغران والمحتفر والثانية في قطاع المشينقة والصديهات دشرت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام بمحافظة المهرة مشروع توزيع السلة الغذائية للأيتام في معظم مدرية المحافظة وخلال حفل التدشين أشهد وكيل المحافظة للشؤون الفنية العوض قويزان بالجهود التي تبذلها المؤسسة وتقديمها الدعم المتواصل لشريحة الأيتام مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا الذين يفتقدون لمن يعولهم من جانبه قال نائب رئيس المؤسسة محمد اليافع إن عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع نحو 560 أسر وأن عملية توزيع السلال الغذائية تتم بشكل منظم لضمان وصول الدعم للمستحقين مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين إصابة خمسة مدنيين من فجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في مدرية المخى بتاعز تحذيرات دولية ومحلية من عواقب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر على جهود تحقيق السلام وإيصال المساعدات مؤتمر حظر موت الجامع يقيم إفطارا رمضانيا بحضور مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المكلة في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة